المورد الثاني خيانة عظمى وجريمة كبرى بل من أكبر الجرائم والخيانات يرتكبها أبناء الملك العادل وقد قطع لسان ابن تيمية هنا وبلعه حتى دون أن يشرب الماء بعده فلم يصدر منه أي خزعبل من خزعبلاته التدليسية الافترائية الكاذبة الفاحشة في تعليق فشله وهزيمته وخيانته وانحرافه وظلالته على الآخرين كعناوين ابن سبأ وسبائية وابن علقمي وعلقمية ومجوس وشيعة وروافض لنرى ماذا حصل في سنة 626 هجري في الكامل الجزء العاشر في صفحة 434 يقول ثم دخلت سنة 626 هجري ذكر تسليم البيت المقدس إلى الفرنج قال ابن الأثير في هذه السنة أول ربيع الآخر تسلم الفرنج لعنهم الله البيت المقدس صلحا وسبب ذلك ما ذكره أو ما ذكرناه سنة 25 و600 من خروج الأمبرور من خروج الأمبرور ملك الفرنج في البحر من داخل بلاد الفرنج إلى ساحل الشام وكانت عساكره قد سبقته ونزلوا بالساحل وأفسدوا فيما يجاورهم من بلاد المسلمين ومضى إليهم وهم بمدينة الصور طائفة من المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لمدينة الصور ومضى إليهم وهم بمدينة الصور أي هم أي الفرنج الفرنج بمدينة الصور مضى إليهم طائفة من المسلمين ومضى إليهم طائفة من المسلمين يسكنون الجبال المجاورة لمدينة الصور وأطاعوهم وصاروا معهم وقوي طمع الفرنج بموت الملك المعظم عيسى بن الملك العادل بن أبي بكر أيوب صاحب دمشق ولما وصل الأمبرور إلى الساحل نزل بمدينة عكا وكان الملك الكامل ابن الملك العادل صاحب مصر قد خرج من الديارة المصرية يريد الشام بعد وفاة أخيه المعظم وهو نازل بتل العجول يريد أن يملك دمشق من الناصر داود بن أخيه المعظم وهو صاحبها يومئذ لاحظ الفرنج ينزلون على الساحل ويحتلون المدن وأبناء الملك العادل العادل جدا يتصارعون فيما بينهم على الملك الأخ مع أخي والأخ مع ابن أخي وأبن الأخ مع العم